أكد توفيق الجرغوري المدير الجهوي للوكالة الوطنية لحماية المحيط بالجنوب الشرقي على وجود تسرب لمادة الحامض الفوسفوري الكيميائي تسببت فيه الشركة التونسية الهندية للأسمدة المنتصبة بمعتمدية الصخيرة من ولاية اسفاقس وقد جاء ذلك إثر تحليل عينة من المياه المحيطة بمقر الشركة المذكورة والتي أنكرت بدورها وجود أي مخالفة من هذا النوع بطبيعة الحال معمل يصنع في الحامض الفوسفوري أكيد معنات المياه متاعه حامضة لكن هداء ما يبررش كونه عنده حق باش يسايبهم في المليوناتوريل في الوسط الطبيعي وقمنا بأخذ عينة وقمنا بتحليلها واتخاذ الإجراءات القانونية بتحليل محيطة مخالفة بلد الشركة هذا ووجهت الوكالة الوطنية لحماية المحيط تحذيرا للشركة المذكورة دعتها فيه إلى ضرورة الانضباط لكراس الشروط وإنهاء هذه الإخلالات في أجل أقصاه نهاية هذا الشهر أمهلناه لآخر سبتمبر باش يعطينا معناتها وضعية أحسن بكثير من الوضعية متاع اليوم بتجاوز هالأشكاليات هذه والكل عنده برش أشكاليات متع تصرف في النفايات الصلبة والنفايات السائلة اللي إن شاء الله معناتها بالمتابعة متاعنا اللسيقة هدية إن شاء الله معناتنا نوضعها لأحد التلوث الصناعي ومخاطر التسربات الكيميائية الخطيرة لا نجدها بولاية أسفاقس فقط ولكنها تهدد اليوم ما يزيد عن ثمانية ولايات بالجمهورية التونسية لأن أغلب المؤسسات وبالرغم من انخراطها في منظومة حماية البيئة إلا أن ذلك لم يمنحها من تسجيل عديد التجاوزات وعدم احترام كراس الشروط